طبعاً مصر عايش دلوقتي في أجواء مدهشة الحقيقة بعد الاستفتاء والنتيجة اللي هم اعتبروها عظيمة جداً وطبعاً بنسمع واصلات من المديح والنفاق والحاجات ان احنا أبهرنا العالم انا مش عارف احنا أبهرنا العالم في ايه بصراحة خالص يعني بعد كل استفتاء بيقولك احنا أبهرنا العالم وانا الحقيقة يعني ليه اتصال بسافر بره كتير واعرف الناس كتير اجانب كتير قوي يعني ما شفتش ان حد مبهر الحقيقة خالص او مش عارف يمكن انبهر مش عارف فالمهم احنا عايزين نتكلم على او انا عايز اقول شوية حقائق موضوعية بغض النظر بدون هجوم وبدون يعني بدون كلام غير موضوعي شوية حقائق موضوعية تقول لنا احنا وقفين فين بعد الاستفتاء انا هبتدي بمثل بسيط نفترض ان انت روحت تشتري شقة زي اي حد فينا بيشتري شقة روحت تشتري شقة وكتبت عقد ودفعت فلوس وبعدين اكتشفت ان الراجل اللي كتب معاك عقد ما هواش صاحب الشقة ما هواش صاحب العمارة ده بتحصل على فكرة باطل لانه اتعمل من خلي بال حضرتك من غير زي صفة واحد من الصاحب العمارة كتب معاك عقد وبعلك شقة مش من حق ان هو يبيعها وبالتالي كل ما يبنى على باطل فهو باطل خلينا في القاعدة دي ونشوف ايه اللي حصل في دستور مصر اللي هو اتعمل 2014 والناس وانا كنت رأيي ولا زال رأيي ان هذا الدستور هو ربما يكون اعظم دستور ممكن احسن من دستور 23 في تاريخ مصر الحديث وكتبت هذا الكلام وده رأيه وعندي اسبابي في نهاية العمر الدستور ده اتعمل والناس عملت عليه استفتاء ووقتها كانت وسال الالام بتمدع فيه جامد جدا وكان الرئيس السيسي بيقول عليه ده دستور عظيم جدا وبعدين فجأة الدنيا تقلبت وبقى الدستور ده عبق على الرئيس ومش مبسوطين منه وبعدين قرروا يعملوا تعديلات دستورية تعديلات دستورية كما قال السيد عمر موسى انه الدستور بيحدد خلي بقى لحضرتك بيحدد طرق تعديله يعني هم عادوا لنا الدستور ده اصله مش نص مقدس ومش قرآن ومش تمام بس برضو الدستور مش لعبة الدستور ده هو الذي يحكم العلاقة بين الرئيس او السلطة التنفيذية او كل جهات الدولة وبين الشعب طيب الدستور بقى داخله فيه طرق تعديله يعني اي تعديل من خارج نصوص الدستور يبقى لا يعتد به طيب انا بس عايز انبع حضراتكو فوسط الدوشة اللي هم عاملينها في الاعلام طبعا الموجه المسيطر عليه تماما من مجلسة الامن بيخلوا الناس تتشوش فبتروح حقائق مهمة جدا واساسية اول حقيقة ان الدستور قد منع منعا واضحا نهائيا مد فترات الرئاسة الدستور قال في مدة 226 قال لا يسمح تحت اي ظرف من الظروف بمد فترات الرئاسة او استثناء اي حد اي رئيس يعني ام 4 سنين و4 سنين وخلاص وبالتالي اي محاولة لماد فترات الرئاسة ما تبقاش اسمها تعديل للدستور يبقى اسمها ايه هدم للدستور ده نمرة واحد نمرة اتنين الدستور قال برضو حاجة مهمة جدا في المادة 157 قال لك لو تم الاستفتاء على اي موضوع على اكثر من مسألة لابد من التصويت على كل مسألة على حدة يعني انت مثلا نفطارد عايز تغير باند خاص بالتعليم وباند خاص مثلا بالصحة وباند خاص برياسة الوزراء مثلا مثلا يبقى عندك تلاب بنود ما ينفعش تحط التلاتة ده الدستور اللي قال كده مادة 157 ما ينفعش تحط التلاتة على استفتاء واحد والناس تخش يتقبل التلاتة يترفض التلاتة هذا الكلام غير دستوري بنص المادة 157 واضح جدا هو ده اللي حصل للأسف في الدستور انه تحطلنا 4-5 مواد طبعا المادة الاهم هي ان استاد الرئيس السيسي يفضل قاعد في الحكم مادة بقى اللي هو برضو مخالف للدستور زي ما قلت لحضراتكم 226 مخالفة صريحة وتحطت المواد كلها على تصويت واحد ودي مخالفة اخرى للدستور وبالتالي قبل ما نتكلم على اللي حصل في الاستفتاء هذا الاستفتاء غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي وزي ما بيقولوا اهل القانون هذا الاستفتاء هو والعدم سواء يعني ايه هو والعدم سواء كانه ما حصلش ليه كانه ما حصلش لانه هو بيزعم انه بيعادل الدستور في واقع الامر هو بيهدم الدستور ده من ناحية المبدأ اساسا من قبل من نتكلم في اي حاجة طيب تعالوا نشوف بعض الحقائق برضو انا بتكلم كلام موضوع جدا مش عايزة اهجم على حد ولا عايزة يعني ده كلام موضوع لو انا مخطئ في ايه يقولولنا ادي المادتين بتوع الدستور مادة بتقول لا يجوز الاقتراب من مدد السيد رئيس الجمهورية ولا تزودها ولا عمل استثنائيات ولا من اربعة تبقى ستة ولا منساب ولا اي حاجة زي ما هي ده مادة مهمة جدا والمادة التانية بتقول هتعمل استفتاء على اكتر من مسألة يبقى كل مسألة يتم الاستفتاء عليها على حدة ليه بقى لانه دأب رئيسات الجمهوريات للأسف من سنة اتنين وخمسين انه يعملوا اللي حصلت انور السيدات لما حاب يمد برضو عشان يفضل قاعد على طول رحطت الشريعة الاسلامية في ايه كمسألة اللي هو انه الاستنادل الشريعة الاسلامية في القوانين المصرية مع موضوع تغيير الدستور يبقى لمدد اخر فالحكاية دي معروفة ورؤسات الجمهوريات المتعاقبين عملوها فالدستور بتاع 2014 ده من اقول لحضراتكم ده من اسباب ان انا رأي انه دستور جاك جدا عمل حكم هذه المسألة قال لا ما ينفعش ايه بقى جير دستور الوارق قانوني عايز تسأل الناس خمس مسائل يبقى يصوتوا او لا خمس مرات انما ما تحطش ده على ده علشان انت عندك هدف طبعا كرئيس اللي هو هدف الرؤسات كلهم اللي جنب بعد 52 انه يفضل قعد على طول في الحكم بيحطلك بقى ايه شوية حاجات تانية ها جوة الاستفتاء فاحنا دلوقتي خلصنا انه هذا الاستفتاء غير قانوني وغير دستوري بنص مادتين انا قلتهم لحضراتكم طيب دي اول حاجة تاني حاجة اي انتخبات او استفتاءات ديمقراطية لابد من اتاحة الفرصة للطرفين او لاكتر من طرف او للجميع انه كل واحد يعبر عنواجة نصر لدرجة انه في الدول الديمقراطية لما بيكون فيه رؤساء مثلا مرشحين رئاسة او بياخدوا مساحات واحدة في الاعلام ليه لانه ما تقدرش تعتمد نتائج قائمة على صوت واحد يعني انت دلوقتي المكنة الدعاية الجبارة اللي مسيطر عليها من اجهزة الامن في مصر كلها كانت رحفت جاه واحد ان تعديلات الدستورية جيدة جدا ولازم نقول نعم ومش حرفين ما قتحدش فرصة لحد يقول لا ان التعديلات الدستورية دي غير دستورية مثلا اقول رأي اللي انا قلته دلوقتي وطبع الناس كتيرها ورأيها زي رأي بس ما قلمت وتحلها الفرصة بالعكس ده مجرد انك ترفع لافتة بطريقة سلمية بتقول لا لتعديلات الدستور بيتم القبض عليك اول ما تقول اول ما تعبر على رأيك بيتقبض عليك ده الوحده يفقد نتائج الاستفتاء لو كنا في دولة ديمقراطية البند ده الوحده ان انت لم تتح الفرصة لكل الاراضة بنفس القادر يفقد نتائج الاستفتاء الشرعية بتاعتها ده الوحده ده الوحده ها ده ده بند هنكمل بقى احنا عندنا دلوقتي انه غير دستورية غير قانوني وفكرة اتاحة الفرصة مش موجودة وبالتالي النتائج غير شرعية وغير نزيهة لان انت ما خلتش الناس مش عارفة وجهة النظر التانية الناس عارفة وجهة النظر التانية منين هي مش عارفة غير الكلام اللي بيردده الاعلام او الناس اللي هم مجندين من الامن او كل اللي بيطلعوا دلوقتي في التلفزيون تحت رعاية وتحت وصاية الامن كما نعلم يعني بيتعمل لهم يعني بالمناسبة بيتعمل لهم لو هم مهمين اوي بيبقى فيه زابط بيكلمهم على طول لو هم اقل اهمية بيتعمل لهم جروب على واتساب يتقل لهم يقولوا ايه طيب البند الثالث انه لا لا يعتد بنتائج انتخابات لم تتم تحت سيادة القانون يعني ايه يعني حضرتك لما يكون نظام قمعي وفيه ستين الف معتقل سياسي في ال وده اقل تقدير اه في المعتقلات وفيه عملية رعب غير عادية ويكفي انك تكلم كلمة او تكتب حاجة على فيسبوك فتتحبس عندنا ناس محبوسة ما عملتش اي حاجة غير انه وجد نظرة مختلفة عن السيسي يعني كتير بقى انا مش عايز انسى اسامي انما يعني الدكتور حزم عبدالعظيم الدكتور شادي الغزالي حرب محمد اكسوجين الذي كان صحفي النشيط الوطني السوري اللي كان بين الندوات بتاعتي موجود في السجن دلوقتي المهندس ياحي حسين شخص من الناس اللي خدموا البلد كضابط وخدم البلد في انه دافع عن المال العام في قضية عمر فان دي كل دول في السجن السفير معصوم مرزوق كل دول في السجن لما انا ابقى شايف ان اللي بيفتح بوقه بيتحط في السجن يبقى منين انت تقدر تزعم كنظام انك عملت استفتاء النزيه يعني الاستفتاء القاعدة زي ما قلت لحضراتكم الاستفتاء النزيه لا يتم الا في السيادة القانون يعني في ناس بتقول لو في بس حالة طوارئ يبقى اي انتخابات بطلة او اي استفتاء ده احنا مش عندنا حالة طوارئ وعندنا قمع وعندنا تقارير تعذيب وعندنا الناس بتموت في السجن وعندنا ستين الف واحد معتقل سياسي وعندنا شخصيات معروفة انها شخصيات محترمة جدا ووطنية جدا اتحطت في السجن لانها حاولت ترشح نفسها ضد الرئيس السيسي او لانها انتقدت الرئيس السيسي بطريقة سلمية يبقى في ظل هذا القمع لا توجد اي شرعية لاي نتيجة الانتخابات او استفتاد دي قاعدة معروفة في العالم كله ماينفعش تبقى معاك عصى قمع وعمل طوارئ وتعمل انتخابات وطول عليها نزيها ماينفعش يبقى احنا عندنا ادي اربع بنود اهو اه في حاجة اسمها البند الخامس بقى حاجة اسمها انتخابات الارادة الحرة ايه الارادة الحرة ان اي تدخل في ارادة الناخبين يبطل الانتخابات او اي تدخل في ارادة الناخبين في الاستفتاء يعني او المصوتين في الاستفتاء يبطل الاستفتاء مش كده يعني ايه يعني لابد من الارادة الحرة يعني اللي نزل ده نزل يصوت سواء سلبا او ايجابا نزل لانه قرر ينزل مش لانه مضطر ينزل والاجبار الاجبار يبطل الاستفتاء طيب هل الاستفتاء اللي حصل ده حصل فيه اجبار قطعا عندك ده احنا عندنا عشرات الفيديوهات ناس راجب اوتوبيس بيطلع لهم الزابط ياخد بطايقهم ها ويوديهم على اللاجنة غزبا عنك موظفين بالامر غزبا عنك طلبة بالامر غزبا عنك يبقى هنا حصل اجبار قطعا عندنا ادلة كثيرة جدا هذا الاجبار لوحده يعني لو لو حضراتكم كل البنود اللي انا قلتها دي كانت مظبوطة وانا اثبت او حد اثبت انه حصل اجبار للناخبين يبطل الاستفتاء طبعا حصل اجبار ها وبالتالي ده بند اخر يبطل الاستفتاء من اساسه طيب في بند كمان اه في بند كمان كمان الرشاوة خلي بالكم الرشاوة الانتخابية اي عملية انتخابية في بلد ديمقراطي بتثبت فيها ان حصلت رشوة بيتم ابطال العملية الانتخابية واعاداتها من جديد ده معروفة قاعدة معروفة قانونية وسياسية وكل حقا اول ما انا اثبت ان في رشاوة انتخابية تم تقدمها توقف ويتم تعطيل النتيجة واعاداتها من اول وجديد طب احنا عندنا حصل رشاوة انتخابية في الاستفتاء طبعا كارتين للأسف الشديد يعني احنا شفنا مناظر سيئة جدا الحقيقة وموجودة وموثقة وثبتة ومفعاش كلام ان انت بتاخد من الناس تدخلهم علشان يصوتوا او يقولوا نعم وبعدين في شخص يقع برا اللجنة بيروح ياخدوا منه كبون وبعدين الكبون ده بياخدوا كارتونة ناس طبعا بسيطة وناس يعني ما قدرش لهم ناس هما ضحايا ضحايا لهذا النظام ومش النظام ده بس النظام من اول 52 الحقيقة وبالتالي دي رشاوانتخابية رسميا بالتعريف مفعاش كلام وبالتالي انت مجرد وجود هذي الفيديوهات والشهادات وكلها موثقة ان انت عملت رشاوانتخابية عبارة عن كارتين فيها زيت وسكر وما إلى ذلك طبط النتجات الانتخابات لو كان كل حاجة سليمة الفيديوهات دي لوحدها طبط النتجة الاستفتاء لوحدها يبقى يبقى احنا عندنا بقى مفيش اي سبب يعطي شرعية لهذا الاستفتاء يعني اولا استفتاء غير دستوري مخالف للدستور هو الحقيقة لا يعدل الدستور هو يهدم الدستور يهدم الدستور ليه لان فيه مادتين خرق واضح لمادتين اساسيتين لا يجوز ماد لرئيس الجمهورية تحت اي ظرف من الظروف وتاني حاجة الاستفتاء على اكثر من مسألة يستوجب اكثر من تصويت وبالتالي مادتين 126 و157 موجودين انا مش بقول يعني مش بنقول حاجة من عندنا موجودين انت خلفته خلفتهما وبالتالي يبقى كل الاستفتاء ده باطل اضف لذلك المناخ القمعي اللي اتعمل فيه الاستفتاء اضف لذلك الرشاوة الانتخابية اضف لذلك فكرة الاجبار فيه اجبار الناس بتراغز من حنا اضف لذلك حاجة مهمة جدا ان تاريخ الحكومات المصرية المتعاقبة من اول 52 حافل بتزوير الانتخابات واللي استفتاء يعني المنظر اللي انا شفته ده بتاع 88% وبعدين وزير الدخلية يقول 88% واللاجنة العليا للانتخابات 88% وبعدين اغاني بقى وطنية وبعدين يجيبوا شوية يعني المغنيين الله اعلم بالتهديد ولا يعملوا اغاني علشان نحس ان الموضوع وطنية وحاجات زي كده هذا الكلام ده انا شفته من وانا صغير يعني من وانا صغير شفت كل الاستفتاءات دي يعني نفس الموضوع بنفس الطريقة احنا بس احنا بس ايه المرادة عملنا شوية او يعني النظام السيسي عامل شوية ايه يعني تعديلات ابداعية كده عجيبة ان ايه وطبعا عايزة حد بتاع يعني علم اجتماع وممكن علم نفس وممكن طب نفسي برضو يشرح لنا الموضوع ده ايه علاقة التصويت بالرأس يعني ده مش مفهوم بالنسباني يعني انت الوقت رايحة تصوتي او رايحة تدلي بصوتي ايه اللي بيحصل لك قدام اللاجنة ان انت فكرة تسيبي خالص كده او تبقى عاست رقصي وبعدين الناس رقصوا وبعدين كله يرقص حاجة غريبة يعني يعني حكاية قررت في تقريبا كل اللي جان فهل هم مثلا قيلللوهم رقصوا ولا هل النوع الناس اللي هم بيجيبوهم بيحبوا الرأس ولا مش عارف وبعدين فكرة ايه فكرة طبعا الكلام ده بتعمل امنيا ومن زمان يعني الرئيس مبارك يشرب الشاي مع صياد مش عارف كان ايام انه كان ماشي في قاهرة من قاهرة الاسكندرية لأ واحد ماشي فقال لا هتوه ده لازم انا وصله قالوله يا فندم ده كانت نشط في خبرة اليوم يا فندم ماينفعش وكده يقول لهم لا ازاي ده مواطن يمشي عرجله ازاي من قاهرة الاسكندرية طبعا القصة فيها صغرات يعني يعني اولا سكة قاهرة الاسكندرية دي مش سكة مشاة يعني محدش هيروح ايه لأ او عبيد بقى انها محدش يعني شوفوا نفس العقلية الامنية اللي بتخترع قصص خايبة زي كده ان الرئيس السيسي ده قريب جدا كان ماشي فلاق اوتوبيس في اسكندرية فالناس قالوله وراك يا رئيس وبتاع وبعدين واحد قالله ايه ما تخافش يا رئيس احنا معاكم مش عارفين طب هو كان ماشي فين في اسكندرية فين يعني فيان حتة مثلا محطة الرمل في المنشاية في بحري فين المرسى ابو العباس شرع خلد من الوليد كان ماشي فين صحيح وبعدين هل السيسي بيمشي زينا كده يعني بيمشي كده ولا في حراس ولا في اي حاجة وهو ماشي الوتوبسات تبقى معدية عادي فالناس تقول لا ده السيسي هو طبعا كلام مش مش منطقة خلص بيتكرر يعني انا فاكر من هنا صغير الحاجات دي يعني فهل هم بيجيبوا الناس دي ترقص ولا هم عايزين يعني يعني ترقص من باب ايه فرحاتهم بايه بالزبط مش فيه بالكرتونة يعني فرحانين بايه ولا فرحانين مش عارف بصراع حاجة غريبة يعني جدا بالاضافة بقى ايه للقصص اللي هي برضو من نفس العقلية الامنية اللي هي خيالها ضعيف خيالها ضعيف يعني ما بتعرفش تتخيل فواحد نازل من عربية إسعيف وعمل يسرخ ويقول مصر كأنه هو رايح يحارب مثلا إيه وعاه وفتاح ومش طبعا وبعدين بيقول إيه أنا أمين شرطة طب ما هو أنت أمين شرطة كده ما بقيتش محايد يعني كأمين شرطة وبعدين فيه ست جاية على كمية الناس بقى اللي راحت على عجل كرسي يعني متحرك طبعا ربنا معاهم يعني وإحنا طبعا يعني ندعو لهم بالشفاء إنما واحدة منهم لما الرأس اشتغل وهي جاية على كرسي متحرك المفروض إنها بتدينا مثل إن هي إيه يعني فكرة إن الواحد يموت حتى لو كرسي متحرك بس يقول نعم للسيسي يعني هيا هو طبعا دي الرسالة فهيا جاية على كرسي متحرك يعني حاليتها صعبة جاتا الرأس اشتغل الست اللي كانت هما اتنين ستات الست اللي على كرسي متحرك وستة تانية بتزققها والمشهد ابتدى مشهد درامي الرأس اشتغل فقزة بالست اللي بتزقق الكرسي راحت سايب الكرسي وابتدوا الترقص طبعا ده برضو يخلي إن فيه يعني يعني برضو اللي تحترام للست اللي هي مكسحة دي نا وإذا بعد شوية الفيديو موجود يعني بعد دين تلاتة لقينا الست اللي هي الكسيحة الغلبانة دي بتسقف جامد وبعدين فجأة راح تنطى وابتدوا الترقص هي كمان فيه حاجة هنا مجتمع يعني طالما انت بتعرفت الرؤسة طبعا من انت جاء على الكرسي متحرك إيه نرجع نفتكر حسن مبارك لما أثناء المحاكمة راجيه على سرير فاكرين كانت فكرة المحامي بتاعه يعني الفكرة إيه إن هناك مشاهد تستدر بيها عطف الرأي العام لم يتم إحكام هذه المشاكل لأن الست نطط وقعدت ترقص الست اللي هي المفروض إن احنا نعطف عليها انت دينا نسقف لها لأنها بترقص وستة على فكرة بالمناسبة رغم إنها ستة كبيرة يعني ما انتقلش السبعين سنة إنما بترقص بمهارة غير عادية يعني برضو دي من العجائب يعني عندنا حاجات خاصية مصرية يعني فيه عندنا حاجات كان فيه عالم اجتماع جيمة نابليون للأسف لها حضرني اسمه بس قال إن فيه حاجة في المجتمع المصري غريبة قاوت إن أي شيء يبتدي درامي قابل في أي لحظة إنه يتحاول لمهزلة والحقيقة أنا افتكرت الراجل ده لما اتفرقت على هذا الكلام الأرقام طبعا فكرة التزوير دي قديمة جدا جدا وناس اعترفت بيها يعني الراجل أنا مش فاكر اسمه اللي هو اللي هو اللي مسؤول عن هو فيه اللي هو معين مسؤول كان على الانتخابات وآخر الانتخابات كانت 2010 وراجعوا مسكوه بعد كده للاستفتاء من مجلس العسكري مش عارفين الراجل ده قال بعد الثورة على طول كانت الناس بتدتكلم بقى إيه بحرية فابتدى يقول أيوة طبعا احنا كنا بالنفذ هو يعني عمل عملية تغليف للتزوير قال كنا بالنفذ أوامر الدولة يعني الدولة بتقول لنا عمله يعني أوامر الدولة اللي هي التزوير السيدة جهان السادات لها حديث منشورة في مصر وبرة أنا قارتها بتقول أيوة كانت الدولة بتدخل لصالح الرئيس يعني بتزور فاحنا عندنا باع طويل جدا في التزوير يعني نتهيالي لو حبنا نعمل استفتاء نزيه ممكن فيه ناس كتير قوي تتعب يعني موظفين يعني هم مش واخدين على موضوع أن يبقى نزيه فأنت ما عملت ليش أي دمونات أنه انت مش هتزور هذا الاستفتاء زي ما زورت بتزور الاستفتاءات من سنة اتنين وخمين اربعة وخمسين لغاية دلوقتي يعني كل الزيادة إن احنا كنا يعني معروف إن الرئيس بيكسب بتسعة وتسعين وتسعة المرة دي الرئيس كسب أو يعني تعديلات الدستورية أو مات وسامة بتعديلات الدستورية وهي مش تعديلات الدستورية ولا حاجة تمانية وتمانية وتمانية يعني بدل تسعة وتسعين وتسعة بقى التمانية وتمانية وتمانية فأنت كان المفروض لو تبقى فيه مرأبة دولية من منظمات محترمة عشان انا اصق في العملية العملية الانتخابية ده ورغم ذلك انا هاعتمد على الارقام بتاعته هاعتمد على الارقام بتاعته اللي انا شخصيا طبعا زي ما بقولك يعني كل الموضوع من الاول للاخر هو غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري ولا يعتد به وفيه ستين سبب يبطلوا النتائج وهذا الاستفتام اقوله الاخر ولا لي اي قيمة لا قانونية ولا شرعية ولا دستورية ولا اي حاجة انما بناء على الارقام بتاعتهم اللي فيها نظر فيه 3 مليون واحد قالوا لا 3 مليون واحد قالوا لا لو اعتمدنا الرقم ده ممكن يبقى اكبر من كده فيه 3 مليون 3 مليون دول لو حطيت عليهم اللي بيجي يقول لا ده بيجي من بيئة البيئة دي ممكن تبقى صحابه وتبقى قسرته وتبقى زميله في الشغل يعني بيجي تقدر تتخيل بسهولة لانه هو قال لا ففيه وراستين زيه بس مجوش وفيه اللي عبطله وفيه طيار عريض جدا كم قاطع مش عايز يخدش جمال موضوع ده وبالتالي انا بقول الكلام ده ليه علشان الناس اللي محبطة مش المفروض نحبط خالص بالعكس انا شايف اللي بيحصل ده غير انه مهزلة انما يدل على الانفصال ان من يقرر مثل هذه الاستفتيات والحاجات منفصل عن الواقع منفصل عن الواقع يعني انت بتجيب ناس ترقص وبتجيب ناس تديها كراتين سامنة ها وبتجيب بتاع وبتجذب وعمل حاجة خارج الدستور مناقضة للدستور تماما الدستور اصلا لا يسمح بيها ها فانت منفصل عن الواقع وانت حاسس ان انت ممكن تعمل في الشعب ده اللي انت عايزه ليه لانك بتبني سجون ولان انت عندك قمع ولان عندك ده الحقيقة مش صحيح وضد التاريخ وضد الواقع احنا بتشوف اهو في السودان تحية طبعا للثورة السودانية العظيمة والثورة الجزائرية هم دول بلدين لو انت سألت حتى المحللين السياسيين من سنة واحدة كان قالك السودان والجزائر دول لا يمكن الشعب لان يصور ابدا الشعب صار وبيستفيدوا من اخطاءنا ها علشان فعلا يعملوا تغيير في البلد فكل بقى موضوع الاستفتاءات والاغاني والبتاع لا يعتد بي ممكن ممكن يعني انا اطلب حاجتين اول حاجة ان فعلا نعتبر الاستفتاء ده والتعديلات دي كال لم تكن يعني مصر من غير دستور بس مصر كان عندها دستور وتم هدمه تم هدم الدستور بهذه الالعيب ها وبالتالي احنا ما عندناش دستور اهنا الدستور اللي في مصر دلوقتي هو الامر الواقع ايه هو الامر الواقع ان عفتاح السيسي موجود الان يا شاء الله وهو في الحكم وماشي هيسيب الحكم ولا معترض هيتحبس بس كده هو ده الدستور يعني ده الدستور اللي موجود في مصر الكل بقى كلام والاساسة القانون المنافقين اللي بيطلعون دول يقولوا كلام طبعا هراء ولا علاقة لو بالقانون اه واقع الامر ان ان تم هدم الدستور في مصر مصر بلد بلا دستور الدستور الوحيد الذي يستند اليه عفتاح السيسي في الاستمرار في الحكم ليس الدستور 2014 ولكن دستور القوة دستور القامع هو ده الدستور الحقيقي اللي بيحكم مصر مش دستور 2014 تم هدمه خلاص والتعديلات دي طبعا ولا لها اي قيمة ولا هي دستورية ولا قانونية والاستفتاء باطل وكله باطل هو الحقيقة الوحيدة هو انك محكم بالقوة وبالقامع بس هو ده الموضوع تاني حاجة فكرة هذه الملايين اللي بتظهر لأول مرة رغم ان فيه يعني الاستفتاء اصلا عليه علامات استفهام كتير بس لأول مرة بتظهر ارادة رافضة بالملايين ها رغم زي ما قلت لحضراتكو يعني النتاج مشكوك فيها انما نفترض ان الانتاج ده صحيح ده بقى بيرات المسئولية مش ممكن يبقى عندنا اللي رافض ده عنده وعي ما اللي رافض ده رغم كل الملايين اللي بتتصرف في الاعلام الموجه والعملاء الامن اللي بتطلعوا على انهم مزعيين وهم ما عندهم ش اي علاقة بالاعلام بياخد تعليمات ويطلع يشتم من الناس ومش عارف ايه ويقولوا اكذيب اه انما في قطاع من المصريين ليس بالقليل لم يتعثر بهذا الاعلام ولسه محتفظ بوعيه وعيه الصحيح يعني ولسه شايف ان كل هزيه مازالة ونزل عشان يقول لا لما كون عددنا كده لابد انه ما نكتفيش بقى بان احنا نبعدين سكتين لابد من تنظيم معارضة سلمية حقيقية داخل وخارج مصر يبقى لها كلمة متبقاش بس كلمتها في السنديق ها ومتبقاش كلمتها كده كل واحد لوحده لابد لان العدد كبير ده معناه ان القطاع ليس بالقليل من المجتمع المصري فاهم اللي بيحصل وما تأسرش ولا بإعلام ولا بقصص ولا بالكلام بتاع المخبرين بتوع التلفزيون ولا ولا بالمنافقين ولا بالأغاني ولا بالرأس ولا لا 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 فاهمين الناس فاهم اللي بيحصل بالزبط وبالتالي انا شايف انه آن الأوان وده ندق لكل الاصدقاء بعد داخل مصر وخارج مصر انه يتم تنظيم هؤلاء الرافدين اصحاب الوعي الحقيقي لانه هم دول اللي حيقودوا التغيير ولا بد من تنظيم معارضة سلمية تستطيع ان تقف في وجه هذا النظام الدكتاتوري وتدافع عن اصلاحات ديمقراطية حتى تحصل على الديمقراطية التي نستحقها الديمقراطية يعني عدل ونحن نستحق العدل يعني حرية ونحن نستحق الحرية يعني معاملة انسانية ونحن نستحق معاملة انسانية وبالتالي لابد ان منظم هذه الكتلة من الرافدين لتنظيم معارضة من اجل الديمقراطية الديمقراطية هي الحال